صباح الخير ازايكم انا الفترة اللي فاتت كنت بجمع عدد من الاسئلة اللي جتني النهاردة عايز اجاوب على سؤال جاني ازاي هنظم وقتي في رمضان خليني الاول اقول لكم رمضان بالنسبة لي ايه لسنين طويلة قوي كان بابايا رحمة الله عليه كان بيروح عمره في رمضان بابا عمل 16 عمره وكان السفر او رمضان في حد ذاته مهم جدا جدا بالنسبة له وما كانش بيقضي يتفرج على افلام وتمثليات ويضيع وقته والكلام ده كان فعلا فعلا بياخدها اجازة روحانية بالنسبة له لما ما بيقدرش يسافر عمره كان بيروح اعتكاف في المسجد لان هو ده كانت العطلة الروحانية والاجازة الروحانية بالنسبة له فانا بالنسبة لي برضو رمضان هو الاجازة الروحانية في السنة كلها رمضان له مكانة خاصة قوي عندي وفي البيت وفي اسرتي الصغيرة احب قوي رمضان الحاجة التانية مرة زميل من زمالي مش مسلم مش عربي خالص قال لي اعتقد ان اللي يقدر يسوم اكتر من 16 ساعة في اليوم عن الاكل والشرب كمان يقدر يعمل اي حاجة اعتقد فعلا فعلا ان الصيام بتعبه بمجهوده مفروض ان هو يعني له وظيفة ان هو بيش حذ عزمتنا ودلوقتي بقى ابتدت الابحاث تطلع لدرجة ان فيه عالم ياباني خدل النابل فيه اكتشافه لخاصية في الجسم ان هو بينظف نفسه بنفسه وبيعيد جديد خلايا خاصة في وقت الصيام والصيام كمان في ديانات مختلفة غير الاسلام وطبعا بياخد اكتر من شكله اكتر من صورة فيه اللي بيصوم عن الاكل بس لكن لسه بيقدروا يشربوا مية فيه اللي بيصوموا عن نوعية معينة من الاكل فيه اللي بيصوم عن الاكل والشرب 24 ساعة يعني فيه اساليب مختلفة للصيام ودلوقتي كمان بيتكلموا على الانترميدنت فاستينج او الصيام المتقطع وازاي ان هو بيحسن الحياة وبيحسن الصحة والكلام ده كله مبدئيا كده رمضان بمكانته الخاصة لازم يكون له خطة خاصة النهاردة هقول لكم على انا بعمل ايه في رمضان وازاي بنظم وقتي في رمضان وازاي بتعامل مع رمضان بشكل عام النقطة الاولانية هي تحديد الاولويات وتحديد الاهداف من رمضان وهنا فيه ليه اكتر من مستوى على مستوى ايه انا الشخصي وعلى مستوى اسرتي احنا مع بعض رمضان ده ايه اولوياتنا ويمكن من يوم ما تجوزت وانا بتكلم مع جوزي في رمضان ده هنعمل ايه وقبل ما بيدخل علينا الشهر بنبتدي نخطط لهذا الشهر بنتكلم على مثلا عايزين نعمل عزايم عايزين نعمل عزايم قد ايه والمين وحيكون معادها امتى وهل هنعزم ناس مع بعض ولا لأ عادة ما بنكترش قوي في العزايم لان برضو العزايم ده ارهاق وزي ما احنا بنبقى عزمين بنبقى معزومين ومش شرط بقى موضوع رد العزايم يعني احنا يعني اتعزمنا عند ناس في الوقت ده ومش لازم ان احنا نردولهم العزومة انا ببقى واخد اهدية حلوة وانا رايحة وهذا يكفي هي مش مسألة حساب واحدة وصاد واحدة والكلام ده كله لان كده المعنى والمغزى من رمضان والتزاور يعني بيفقد يعني طعمه بيفقد رونقه وبيبقى عبء كبير قوي يعني افرد انا تعزمت بس انا مش قادر اعزم حد السنة دي عادي جدا فيه سنة من السنين انا كنت تعبانة وعيانة فيها ما عزمناش اي حد خالص بنقعد كمان نفكر في اولوياتنا في هذا الشهر يعني فعلا بجد بنخطط احنا عايزين نختم القرآن قد ايه احيانا بيبقى فيه مدارس احيانا بيبقى فيه متحانات احيانا بيبقى فيه التزامات احيانا بيبقى شغلنا لم يتوقف فلازم نشتغل ولازم ننتج وفي نفس الوقت لازم نتعبد ولازم نقعد مع بعض والكلام ده كله يمكن من الحاجات اللي ساعدتنا جدا جدا ان احنا ما عندناش تلفزيون مش بمعنى ان احنا ما عندناش شاشة تلفزيون عندنا شاشة كبيرة ولكن ما عنديش بقى اللي هي القنوات الفضائية واعد اطلع التمثيلية دي للتمثيلية دي والكلام ده احنا شبه طول رمضان ما بنفتحش التلفزيون خالص وما بنتفرجش على اي حاجة بعد رمضان بقى لما الناس تبتزي تتكلم التمثيلية دي حلوة التمثيلية دي حلوة النقي تمثيلية او اتنين ونتفرج عليها حلقة كل يوم مع الولاد وخلاص لكن خلال شهر رمضان الفرجة على المنوعات والبرامج والكلام ده ما بيبقاش من اولوياتنا خالص فمهم جدا ان احنا نحدد اولوياتنا كأسرة وعلى المستوى الشخصي انا عايزة في رمضان ده اطلع بايه بالزبط عايزة اقرى قرآن هل عايزة اقرى كتب دينية هل عايزة اتعبد اكتر هل عايزة لما كانوا الولاد صغيرين اضيف بهجة وحس لطيف لرمضان وابتدي ازين واعمل الكلام ده يمكن الولاد كبروا فما قدناش بنعمل الكلام ده خالص يمكن بقى في الاجيال الجاية بقى لما بقى جدا كاركوبة لازم قبل ما رمضان يدخل علينا لازم نبتدي نحدد اولوياتنا خلال هذا الشهر الكريم وده يدخلنا في النقطة اللي بعد كده وهي جدولة اليوم في رمضان زي ما لما كانوا الولاد صغيرين كنت بجيب ورقة كبيرة واعمل عليها جدول بكل الساعات علشان يشوفوا قدامهم ازاي هنتصرف اليوم ازاي هنقضي اليوم هنذاكر امتى هننام امتى هنزحل الصحور امتى هنفطر امتى الكلام ده كله فكنت بعمل جدول لليوم في رمضان جدولة اليوم وخصوصا لما يبقى جدول للأسرة كلها بنبقى كلنا يعني مركزين على الاولويات اللي احنا حددناها لنفسنا كأسرة وبشوف انا وقتي هتصرف فيه ازاي امتى حبتدي اطبخ امتى حشتغل في شغلي امتى حقدر اقرأ قرآن امتى حقدر اذاكر يعني انا مثلا من ضمن الحاجات ان انا في رمضان كنت بقرأ القرآن بعد كل صلاة احنا طبعا الحمد لله بنصلي كل الصلوات جماعة مع بعض سواء في رمضان او في غير رمضان لازم نصلي كل الصلوات جماعة مع بعض ويمكن دي حاجة انا انصحكم بيها ان من اولادكم وهم سن سوير صلوا جماعة مع بعض حتى كمان يعني مثلا ايه لو لو فيه ناس برا البيت يعني افراد اسرة برا البيت لما يرجعوا يصلوا هم جماعة مع بعض الولدين مثلا يصلوا مع بعض انا اصلي مع ابني جوزي يصلي مع ابني التاني على حسب جدولنا بس لازم يبقى فيه صلاة مشتركة مع بعض احسن طريقة لقيت ان انا عشان اوصل لختمة القرآن اللي انا عايز اعملها ان انا اقرأ بعد كل صلاة صفحتين ثلاثة ده كان بالنسبة لي اهون بدل ما اعود قعدة واحدة اصلي اقرأ قرآن مدة طويلة لاني كان جدولي مع الشغل مع العب مع الكلام ده كله مش قادرة اخصص ساعة مثلا اقعد بيورلي اتعبد وقرأ القرآن في سنة تانية لا اقدر ان انا اركز وقدر ان انا افوكس اكتر والكلام ده كله وقت التعبد امتى يعني لو انا بشتغل بعد ما نخلص السحور على طول انا عايز اخطف لي كمان ساعة نوم علشان هروح الشغل فما بقدرش اخصص الساعة دية للتعبد مع انها ساعة جميلة وحلوة ومبركة والكلام ده كله لكن ظروف عملي في هذه السنة ما سمحتش ان انا استغل الساعة دية جات اوقات قبلها جات اوقات بعدها نرجع تاني للاولويات الاولويات هي اللي هتخليني اجدوى اليومي ويوم اسرتي بالشكل الصح في نقطة مهمة جدا جدا اتأكدي انك بتنالي قصد كافي من الراحة للاسف رمضان بيبقى شهر مزحوم اوي 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 مزحوم بالناس بالزيارات بالافلام وبالمسلسلات وبالبرامج رمز جلال ومش عارف مين ومين والكلام ده كله احيانا احيانا لا ننال قصد كافي من الراحة لاننا عايزين نسهر نتفرج على دوة في نفس الوقت عايزين نسهر نقرأ جزء القرآن عشان اقدر اخذ القرآن في معاده عايز اصلي التراويح عايز كذا عايز كذا فالنوم والراحة بيقعون نتأكد ان احنا بناخد قصد كافي من الراحة وده حيساعدنا فيه ان احنا نجد واليومنا في الخطوة اللي فاتت ونحدد اولوياتنا الخطوة اللي قبلها النقطة الرابعة هي بسطي سفرتك رمضان مش شهر الاكل للأسف احنا كل الفوائد اللي بنيجنيها بالصيام بنخسرها باسلوب الاكل بتاعنا انا بصراحة في رمضان ما بغيرش اسلوب الاكل بتاعنا خالص خالص هو نفس الاكل هي نفس السلطة هو نفس الاطباء مفيش اصناف زيادة لان مفيش جزء زيادة في معدتنا فجأة حيبان في رمضان لا معدتنا هي هي والسعرات الحرارية اللي احنا محتاجينها هي هي في ناس ممكن تزود حلويات شوية حلويات بس مش كتير ومش كل يوم ممكن نزود مخللات سلطات عصير خشاف المشكلة ان الحاجات دي كلها سعرات حرارية زيادة يعني احنا مثلا الولاد عندي مش بيحبوا الخشاف كل واحد بياخد له بلحة ينشفة وبنشرب شوية عصير ولما بصوب العصير ما بصوبوش في كبيات كبيرة اللي هو الشب العصير لان ده جزء من وجبة دي مش كلها اضافات لا الوجبة متكاملة فيها البلح وفيها العصير وفيها الشربة وفيها المخلل وفيها السلطة وفيها الحلويات كل المكونات دي بتكون الاكلة او الوجبة بنصوب العصير في كبيات صغيرة علشان ما ازودش كمية كبيرة قوي 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 بنغرف في نفس الاطباق احنا عادة ما بنحطش ثواني الاكل على السفرة كل واحد في طبقه بيغرف اللي هو عايز يعني ياكله وهو ده بس يعني السفرة بتاعتنا ما بتبقاش مليانة بالاطباق الكتير هو كل واحد قدامه الطبق بتاعه اللي فيه اللحمة بتاعته والكاربس ازا كانت حتة مكارون شوية مكارونة ولا شوية رز ولا الكلام دو مع شوية السلطة وخلاص بساتي السفرة لو هتعملي حلويات اعملي حلويات قليلة يعني كانت ماما داعت تعمل الصينية الكبيرة فلما يبقى في حلويات كتيرة قدامنا احنا بناكل بعنين على فكرة لما تبقى الاطباق كبيرة ولما يبقى الصواني كتير ولما يبقى لأكل كتير دا يشجعنا ان احنا ناكل اكتر نصغر نعمل حاجات صغيرة على الأد لو هتخلص في اليوم دو وخلاص والحمد لله يبقى كويس فبصتي السفرة ما تعجيش تفكري في الاصناف المعقادة والمكالكعة عشان تعمليها في رمضان حاجة بسيطة شوية رز مع شوية خضار مع لحمة بأي شكل من الاشكال انا دايما اقول انا بطبخ حتى بالهرم الغزائي في بروتين اه في بروتين مش لازم يبقى صنفين بروتين مش لازم يبقى في فراخ وكفتة مش لازم يبقى في كذا وكذا مش لازم يبقى في صنفين من الأسماك هو صنف واحد مادام صنف واحد وكميته كفاية خلاص كفاية النشويات مهو في نشويات في الرز وفي نشويات لو هنعمل صانية ماكرونا لا ده مش هعمله مع ده الخضار الخضار يمكن اللي ما بتقيتش بيه قوي ممكن اعمل خضار مطبوخ ومعا سلطة لان عشان نزود الخضار الخضار في اكلنا بصتي 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 دوري على الاكلات البسيطة السحلة لما كنت اصغر شوية كنت بعمل خطة للاكل اللي انا هتبوخه لان انا كانت برضو لست خبرتي الى حد ما محدودة فكنت بعمل الخطة دي واكتب هتبوخ في اليوم الاولاني كزا اليوم التاني السفرة بتاعته كزا اليوم التالت المينيو بتاعته كزا علشان لما اجي اشتري اشتري حسب الطلبات دي اول سنة جواز كنت ابتديت احسب يا ترى احنا كاسرة طلبات البيت والاكل والبقالة والمستلزمات الاكل دي بتكلفنا قد ايه فكت عارفة يعني ان مصاريف الاكل بتاعتنا بتتراوح من مبلغ كزا لمبلغ كزا فيجي في رمضان اول رمضان قلت الجوزي انا عايزة احسب ايه الاكل اللي احنا هنعمله فاحنا هنشتري هنشتري وهنشوف وصلت الاخر الشهر بعد حزبة الاكل اللي احنا جبناه مع الحاجات الزيادة مع المكسرات مع البلح مع شوية الحلويات اللي هي كل كم يوم لقيت ان المبلغ ما زادش قوي يعني حوالي بالزبط 20% زيادة ما كنت بتكلم بقى مع صديقاتي وميزانية رمضان وخناءة مع جزهة على الاكل بتاع رمضان يعني ايه ده ليه ليه رمضان مفروض ان يكون سبب بهجة ما يكونش سبب زعل ولو ولو عملناه سبب زعل يبقى احنا وحشين في حاجة غلط فينا يبقى احنا ستات مش كويسة ستات مش مدبرات وستات ما عندناش قلب على كوازاتنا واحيانا بتبقى فلوسنا احنا كمان النقطة الخامسة بقى هي متقلديش حد كل اسرة قفلة بابها عليها تعمل النظام اللي ريح انا بقول لكم تجربتي عجبتكم اعملوها مع عجبتكمش خلاص لكن ما نقلدش فلانا وما نقلدش علانا حتى ما تقلديش مامتك ما تقلديش حماتك يمكن احيانا بنطلع من بيوت اببهاتنا وامهاتنا فيه تقوس معينة بنعملها خلال الشهر اعملي انتي تقوسك انتي اعملي انتي نظامك انتي مش لازم تقلدي الناس لو لقيت سنة حسنة عندهم حاجة كويسة ممكن تستفدي منها استخدميها اعمليها كرريها في بيتك لكن ما تقلديش لمجرد التقليد تقليد الاخرين سلاحظوا حدين الحد الاولاني الكويس انه هو انه لو هما بيعملوا حاجة كويسة انا بستفيد لكن لو هما بيعملوا حاجة وحشة انا بضر نفسي النقطة السادسة ويمكن دي انا ابتدتها من الاول هي اشركي اسرتك في التخطيط انتي مش انتي الاقل عقل المدبر في البيت وكل حاجة لكن اشركيهم معك لما الاولاد يحسوا انه ليهم دور في الخطة هنعمل ايه في الشهر ده هنتصرف ازاي الكلام ده كله بيبقى عندهم نوع من المسئولية كمان اشركي اسرتك في التنظيف بعد الاكل اشركي اسرتك في التجهيز للأكل لو في حاجات بسيطة الولاد ممكن يعملوها معاكي اشركيهم في الكلام ده اشركي جوزك برضو في التخطيط وفي التفكير للشهر ده مهم جدا جدا ان احنا كاسرة نبقى one unit وحدة وحدة مش منفصلين كده في صوامع كل واحد واخد الصوامع بتاعته وقاعد فيها النقطة السابعة اعرفي ان الكمال غاية لا تدرك يعني برضو هيجي اوقات هتحسي انك في حاجات ما عملتهاش في حاجات انت مؤثرة فيها مش حنقدر نصل للكمال مش حنقدر نصل ان احنا يعني الستات البرفكت اللي حياتنا بيرفكت اللي بيوتنا ماشية بيرفكت فبالراحة هويني على نفسك اعملي اللي تقدري عليه واللي ما تقدريش عليه اطلبي السماح والمعذرة من جوزك ومن ولادك وخلص انا مقدرتش عمل الكلام ده خلص النقطة التامنة يمكن مرتبطة باول كلام قلته على رمضان ركزي على الجانب الروحاني في رمضان اكتر من الفرجة واكتر من المسلسلات واكتر من البرامج واكتر من الحاجات دي الحاجات دي هتتعاد وحنتفرج عليها وهتبقى بعد كده مرترطة على الانترنت وحتى كمان حنتفرج عليها من غير اعلانات اللي في النص والسخافة والبواخة دي فركزي على الغاية الحقيقية لرمضان على واعلمي ولادك دو دي رمضان ومش مجرد ان احنا نقول لهم رمضان عشان نحس بالفقير طب ما هو لو كده يبقى الفقير بيصوم ليه الغاية الحقيقية من رمضان هي تحسين انفسنا هي ان احنا نعرف ان احنا في استطاعتنا التغلب على حاجات كتيرة او يتخلق قهر الجوع والعطش والتعب والكلام ده كله انا دايما نقول لولادي اللي يقدر يصوم اليوم كله يقدر يعمل اي حاجة في حياته ويقدر يحقق اي حاجة في حياته ليه لانه عنده القدرة ربنا سبحانه وتعالى ادانا القدرة جوانا ان احنا نتحمل حاجات كتير قوي بس ما بنعرفش نقدر ان احنا نقدر نتحمل قد ايه الا لما نتحط في الاختبار فرمضان بيبقى اختبار مصغر لما يحدث في الحياة النقطة العشرة والاخيرة هي اطبخي بالجملة بمعنى ايه سهلي على نفسك انا مسلا لما باجي اعمل لحمة مفرومة بعمل كمية كبيرة من اللحمة المفرومة تكفي اكلتين او تلاتة وبقسمها وبخليها عندي لما باجي مسلا احمر لسان عصفور بحمر الكيس كله وبقسمه وبخليه عندي لما باجي اعمل كزا لما باجي اعمل كزا ده هيسهلك وحيقلل الوقت اللي هتقفيه في المطبخ فتقدري تلاقي وقت للحاجات التانية اذا كان تعبد اذا كان شغل مفروض تعمليه الكلام ده كله ففكري دايما انك تطبخي بالجملة اخر حاجة هقولها لكم ان الشهر ده شهر حلو قوي 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 لو عرفنا ان احنا نغتنمه سواء كافراد او كأسر اعتقد حيفرق كتير قوي في حياتنا نفكر بوعي ونفكر بزكاء ازاي حنستغل الشهر ده ان احنا نطلع منه يعني مغسولين كل الاجهاد والتعب اللي عنينا فيه طوال السنة نحس كده بالهدوء وبالراحة وبالسكينة ما يبقاش شهر نتخانق فيه علشان المصاريف ما يبقاش شهر تطلع فيه عينينا حان توفيدة العيد اللي بنجهز لها ما يبقاش شهر حنعزمين ومش حنعزمين وفلان عزمنا السنة دي وفلان ما عزمناش السنة دي وفلان مش عارف ايه والكلام ده كله اعتقد ان اللي كان بابايا بيعملوا هو الاعتكاف احنا نقفل على نفسنا لكن للأسف بقى طبعا يعني كل مناسبة دينية وده في العالم كله لازم تجد كوميرشالايزد يعني لازم يكون فيه فايدة تجارية من وراها ليه التمثليات بتكتر قوي في رمضان عشان الاعلانات بتكتر قوي في رمضان وليه الاعلانات بتكتر قوي في رمضان عشان احنا قاعدين نتفرج على التلفزيون كتير قوي ففيه فايدة تجارية منها ليه القهاوي بتفتح وبتعمل برامج مخصوص وبتعمل وجبات مخصوص وحاجات دعائية عشان تخلي الناس تطلعوا من بيوتها وتروح تقعد على الكافيهات دي وتقعد في الحتة دي والكلام ده كله ليه عشان الفايدة التجارية ناخد بالنا من الموضوع ده ان كل البيزنسز اللي في العالم حط عينها على فلوسنا في رمضان فما نخليوش هم اللي يديروا حياتنا لا احنا اللي نخطط لحياتنا ونخطط لهذا الشهر وزي ما بقول لكم انا ميزانية بيتي ما بتزيدش اكتر من 20% في الشهر ده لمجرد الحاجات الزيادة البسيطة اللي انا بجيبها ما بجيبش بالكميات الكبيرة انا عارف احتياجاتي انا وقسرتي قد ايه هي دي اللي بجيبها وعلى فكرة لو احتاجنا تاني بننزل تاني مش لازم يعني ابصة لقي الستات تنزلوا تجروا في السوق تلموا البضايع وتلموا مش عارف ايه وتلموا ايه البضايع دي هتفضل موجودة برضو على فكرة وفي رمضان برضو على فكرة بيبقى فيه لسه فيه بلح وبيبقى لسه فيه الحاجات دي سيل البضايع من السوق ما بيخلصش مش زي زمان البضاعة هتخلص من السوق والمش هنلاقي الكلام ده ولا احنا خلال رمضان بنشتري البلح في اول رمضان يكفينا الاسبوعين الاولانيين وبشتري تاني انا بشتري طلبات البيت كل اسبوعين بفضل كده المعنى الحقيقي لرمضان بلاش نفقده ونخلي رمضان فرصة ان احنا نجمع شامل البيت تاني نتلمع على بعضينا تاني نحسن علاقتنا تاني مش نسوق علاقتنا ونبقى داخلين في العيد بخناقة قد كده لا ليه ربنا خلق لنا العقل نستخدمه وحكمة نستخدمها وكل سنة وانتو طيبين ودي بقى فرصة افكركم ببرنامج عملته في رمضان اللي فات اسمه رمضان بودكاست انا هحط اللينك للحلقات دية وصدقوني حلقات فيه منتهى الرواع والجمال يعني انا نفسي لما بسمعها تاني بقول الله ده ربنا فتح علي في الحلقات دي يعني فتح عظيم تاني لو عندكم اي اسئلة حطوها لي في التعليقات ابعتوها لي بالايميل ابعتوها لي على الفيسبوك هتلاقوا كل الحاجات دي موجودة لينكات تحت الفيديو برحب جدا باسئلتكم اشوفكم الفيديو الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر